أهلاً وسهلاً كل طلاب الصف الأول الثانوي مع بعض النهار ده هنعرف المعلومات الإضافية اللي جات في أسئلة بنك المعرفة على درس الأحماض النهوية ودرس التفاعلات الكيميائية داخل أجسام الكائنات الحية الخاص بالإنزيمات والعوامل المؤثر على الإنزيمات طيب المعلومات اللي هنعرفها في الأحماض النهوية نكتبها في ورقة بس إن إحنا كن عارفين إن النيوكلتي ده كان فيها ثلاث مجموعات كان السكر وكان القاعدة النيتروجينية وكان الفسفات كان عندنا السكر كان بيرتبط بالقاعدة النيتروجينية بربطة إيه؟ تساهمية والسكر كان بيرتبط بمجموعة الفسفات برضو بربطة تساهمية وكانت النيوكلتي ده على بعضها بترتبط بالنيوكلتي ده المتجورة بربطة تساهمية إحنا هنعرف اسم الربطة التساهمية دي اسمها ربطة فسفاتية سنائية الأسطر فسفاتية سنائية الأسطر تمام ونوع التفاعل اللي بينتج عن الربطة دي هو تفاعل اسمه التكسف او التكسيف وشرحناها المرة اللي فاتت لما قلنا ان الموني مرات لما بتتجمع مع بعضها ويتدينا بوليمر ده تفاعل اسمه التكسف او التكسف وبينتج عن التفاعل ده تكون مية طيب السؤال الاول مدينا رسمة اتنين يوكلتيدة مرتبطين مع بعض ومشاور بالسهم بيقول ما نوع التفاعل الذي يحدث لتشكيل هذه الربطة نحن سعيلين ويبدأ تفاعل التكسف الإجابة الاولى ألف ما نوع الربطة المشكلة بين النيوكلتيدين المتجاورتين الاتنين يوكلتيدة دول الربطة دي المشاور عليها بس هم اسمها ربطة ايه نعرفها ربطة فوسفاتية سنائية الاستر مدينا سؤال بيقول ان القطاع من الحمض النوي طوله 240 قعدة منهم 66 قعدة ادنين احسب ما نسبة الصيامين من القواعد طيب احنا عارفين ان الاي او الادنين بيبقى مرتبط بالصيامين بيكونوا نفس العدد ونفس النسبة المقوية هو هنا مدينا عدد الادنين يبقى عدد الادنين بيساوي عدد الصيامين 66 طيب ازاي نحسب النسبة المقوية بتاعت الصيامين احنا عندنا العدد بتاعهم 66 والعدد الكلي 240 يبقى نقول 66 على 240 في 100 هيطلع لنا النسبة المقوية كام؟ هيطلع لنا النسبة المقوية 27 ونص ايه نسبة الجوانين بين القواعد؟ عايز يعرف نسبة الجوانين طيب احنا عندنا الصيامين طلع 27 ونص يبقى الادنين كام اللي قلنا بيساويه برضو 27 ونص يبقى 27 ونص زائد 27 ونص هيطلع لنا 55 في المية طيب احنا عندنا المجموع كله النسبة المقوية كام 100% عندنا ال-A وال-T 55% يبقى ال-G وال-C كام؟ هنقول 100% نقص 55% هيطلع لنا 45% هنقسمهم على 2 عشان يطلع لنا نسبة الجوانين ونسبة السيتوزين يبقى 45% على 2 هيطلع لنا 22 ونص في المية دي نسبة الجوانين فهمتوها؟ ما النوعان الرئيسيين للأحماض النووية في جميع الكائنات الحية احنا درسنا الحمد النوي DNA والحمد النوي ريبوزي ال-RNA يبقى الاجابة ألف الحمد النوي DNA والحمد النوي الريبوزي طيب بيقول لنا الحمد النوي DNA والTNA لا غلط الحمد النوي ال-MNA لا غلط الريبوز والريبوز المنقوس الأكسجين لا ده سكر وهنا عايز أحماض نووية غلط يبقى الحمد النوي الريبوزي الرسول والحمد النوي الريبوزي الناقل غلط دول من أنواع ال-RNA يبقى الإجابة الصح هي ال-DNA والحمد النوي الريبوزي الإجابة ألف يحمل شريط واحد في الحمد النوي ال-RNA هنكمله إزاي؟ هنعرفين أن T بيرتبط بال-A وال-G بيرتبط بال-C تمام؟ الأدينين بيرتبط بالسايمين والجوانين بيرتبط بالسايتوزين هنكمل الشريط هتلع لنا الإجابة ألف اللي هي A, C, G, G, T, A, G, C, C, T كملنا عادي كل قاعدة نيتروجينية بالقاعدة المكملة لها يبقى الإجابة ألف فيما يلي قائمة الروابط الموجودة في الجزائيات البيولوجية ربطة هيدروجينية، ربطة ببتدية، ربطة فوسفاتية سنائية الإستر الربطة الأيونية والربطة الجليكوسيدي أي هذه الروابط توجد بين النيوكليتيدات المتجورة في التركيب اللولوي المزدبج للحمد النوي ال-DNA احنا اتفعنا بين النيوكليتيدات الربطة اسمها إيه فوسفاتية سنائية الإستر فيما يأتي قائمة الروابط الموجودة في الجزائيات البيولوجية ربطة هيدروجينية، ربطة ببتدية، فوسفاتية سنائية الإستر أيونية وجليكوسيدي ما الرابطة التي توجد بين أزواج القاعدة المتكملة في الحمد النودي إن هي يقصد هنا إيه؟ القواعد بترتبط مع بعض بروابط إيه؟ كنا قيلنا في الشرح كنا الاي كان بترتبط بالتي بربطتين ها هيدروجينيتين والجي بترتبط بالسي بتلت روابط هيدروجينية يبقى الربطة اللي موجودة بين أزواج القواعدة هي اسمها ربطة إيه؟ هيدروجينية أي من الآتي ليس من تكيف دي إني إيه ليتمكن من القيام بوظيفه الأساسية ليس من تكيف يعني إيه؟ يعني إيه حاجة موجودة هنا مش من صفات دي إني إيه ألف بيقول إن الحمد النووي دي إني إيه جزيء كبير نسبياً تمام؟ ويمكنه حمل الكثير من المعلمات صح؟ دي وظيفته يعد الحمد النووي ثابت جداً تمام؟ ولذا يمكنه النقل من جيل لآخر بتغيرات طفيفة صح؟ بيحدث تغيرات طفيفة في دي إني إيه لأنه هو ثابت يبقى دي برضو من صفاته الحمد النووي دي إني إيه له هيكل قوي من فوسفات السكر لتوفير الدعم والحماية تمام؟ إحنا كنا قايلين إن دي إني إيه عبارة عن لو لا مزدوج على هيئة سلم كنا قايلين إن السلم عمود السلم ده كان الفوسفات والسكر ودرج السلم اللي هو القواعد النيتروجينية كنا قايلين إن كمان إن درج السلم العمود السلم اللي هو فوسفات والسكر ده بيوفر الدعم والحماية للجزئ والهيكل اللي هو فوسفات السكر ده اسمه فوسفات السكر ياريت تعرفوه اسمه فوسفات السكر وظيفته أنه بيوفر دعم وحماية دي برضو من صفات الـ DNA يمكن فصل الروابط الهيدروجينية التي تربط بين القواعد بالسهولة للسماح بتضعف الـ DNA ده فعلا بيحصل دينا مش هو عبارة عن لو لمزدوج بيحصل فصل للقواعد النيتروجينية الرابطة اللي ما بينهم اللي هي الهيدروجينية دي وعشان يحصل له نسخ ويكون الـ RNA طيب يوجد الحمد النووي الـ DNA عادة في صورة شريط 1 جاهز للتضاعف والانتقال غلط الـ DNA عمره ما يجي شريط 1 يبقى ها دي ليس من صفات الـ DNA يبقى الإجابة ها